حياكم الله مشاهدين الكرام في أولى فقرات حلقة الليلة من برنامجنا من الأجندة تحديدا إلى الموسيقى وفي إطار تعزيز السياحة الفنية في إمارة الشارقة وجذب المزيد من الزوار والسواح إلى الوجهات العائلية والترفيهية والسياحية يواصل مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية حضوره ضمن الفعاليات الفنية الراقية في إمارة الشارقة حيث تنطلق الدورة الرابعة من المهرجان الذي ينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى برعاية من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق في السادس من شهر يناير من العام المقبل 2017 ميلادية الله يجعلها سنة خير ورخاء على جميع بلدان العالم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بشكل خاص بمشاركة نخبة من الموسيقيين والفنانين والفرق الموسيقية العربية والأجنبية من مختلف أنحاء العالم للحديث أكثر عن مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية وجديد النسخة الرابعة معنا اليوم الفنان فرات قدوري مؤسس ومدير مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية مساكر الله بالخير وحياك الله معانا الله يحفظ يسلم يعني إمارة الشارقة راح تكون خلال الفترة القليلة القادمة قريبة من حدث فريد من نوعه وصلنا الحمد لله إلى تحديدا النسخة الرابعة من هذا المهرجان وبالتأكيد هذا الحدث الفني الموسيقي العالمي الفريد من نوعه مثل ما ذكرنا هو فرصة لعشاق هذا النوع من الفن أنهم يتواجدون ليس فقط من قاطني وزوار إمارة الشارقة بل زوار دولة الإمارات العربية المتحدة خلني أتوجه لك بهذا السؤال ما أهمية هذا المهرجان اليوم؟ كذلك ما الذي يضيف هذا المهرجان إلى خارطة الفعاليات الثقافية والفنية في إمارة الشارقة؟ بداية المهرجان هو مكمل إلى عدة مهرجانات مثل ما نلاحظ الآن هو مهرجان المسرح مهرجان أيام الشارقة التراثية معرض الكتاب أيام الشارقة المسرحية أيام الشارقة المسرحية نعم فأتى هذا المهرجان ليكمل هذه التظاهرة فهذه أهمية ما نسعى نحن كإدارة مهرجان من تقديم استراتيجية معينة وهي إظهار الوجه الثقافي للموسيقى أي نحن توجهنا توجه أكاديمي بحث في رسالة نوصلها للجمهور كي ننشر هذه الثقافة الموسيقية بالشكل الصحيح وسنة على سنة نستقطب أكثر ناس في امتيازات أكثر لأنه بدأ يكبر المهرجان بدأنا بأربعة أيام الآن إحنا عدنا تسعة أيام ماشاء الله أي الحمد لله جميل جدا أنا عرف كذلك بأن مثل هذا المهرجان يتم الاستعداد لا أبالغ إن قلت قبل عام من الآن بتقولوا لي أنتوا تركزون في النسخة الثالثة قبل عام إحنا نقول نعم وأنا كنت في هذا البرنامج استضفتك في العام الماضي بعد اللقاء مباشرة ونحن خارجي من البرنامج سألتك سؤال عن العام القادم وذكرت لي تحديدا الأسماء اللي بتشارك قلت لي نحن في مفاوضات لأسماء تشكل إضافة إلى أسماء المشاركين في مثل هذا المهرجان اللي يحمل الصبغة العالمية وأعتقد أنوار شاهدة على هذا الوضوع فحدثنا عن التحضيرات عن الاستعدادات وين وصلتوا فيها كون على ثقة محمد أنا والمجموعة اللي نشتغل بنفس الوقت في التحضيرات وبنفس الوقت نعمل اللاين أب للسنة الجاية صحيح يعني بدأنا نراسل لأن الوقت يمضي بسرعة صراحة أقول لك وفترة الصيف فترة طويلة فالناس في إجازات فنحن نستغل أن هذه الفترة نحضر للمرحلة القادمة هذه السنة ستكون فعلا سنة مختلفة لأنه سنة كبيرة فيها افتتاح كبير فيها فنانين في المسرح الكبير في مسرح المجاز في فرق عالمية أكثر من تقريبا 13 فرق جاية ماشاء رح تغطى جميع المرافق السياحية اللي هي المجاز واجهة المجاز المائية القصباء يعني رح يكون في كل ممرات اللي الناس تتمشى فيها رح تكون في فرق يعني فالجمهرة هي رح تكون رائعة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله عوتونا على الجديد والمميز أكيد المشاهدين يمكن يعني نسبة كبيرة اليوم ما شاء الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني انتشر هذا الخبر أعلنته وصرحته بهذا الموضوع كذلك عبر الواجهات الإعلانية اللي تخص هيئة شارقة الاستثمار والتطوير اللي طبعا موجودة في مختلف الحائمارة الشارقة كذلك تم الإعلان عن هذا البرنامج عن الضيوف لكن بالتأكيد هناك من لم يسمع هناك من لم يقرأ هناك من لم يرى كذلك مثل هذه الصور فرصة اليوم نتعرفهم نتعرف وتفاجئهم كذلك بالأسماء المشاركة لكن أستأذنك في أن نحن مشاهدين ننتقل وإياكم لمتابعة هذا التقرير الخاص هو تقرير عام عن مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية أحد عشر يوما فقط وستغمض إمارة الشارقة أعيننا وتغوص بنا في بحور الموسيقى العالمية والعصف على أوتار الزمن لنطلق العنان في عالم من الروعة والتألق خلال أيام مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية ثلاث دورات أدبرت والرابعة سنراها خلال أيام قد أقبلت لمهرجان حقق نجاحات كبيرة بتنظيم من مركز فراط قدوري للموسيقى وبرعاية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق في الفترة من السادس وحتى الثالث عشر من شهر يناير المقبل 24 فنانا وموسيقيا من الحائزين على جوائز عالمية تلتقي آلاتهم الموسيقية في عدد من الوجهات السياحية في الشارقة منها مسرح المجاز ومسرح القصباء ومسرح جزيرة العلم عازفين لنا أشهر المعزوفات الموسيقية وأقربها إلى قلوبنا كما ستقام مجموعة من الفعاليات في الهواء الطلق في واجهة المجاز المائية والقصباء أحياء لذكرى فنانين قد رحلوا مسابقات فنية لمن للموسيقى عاشقوا حوارات ومناقشات والعديد من الفقرات سنشهدها على مدار سبعة أيام للمهرجان مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية أنغام العالم تلتقي في الشارقة حياكم الله ومشاهدين الكرام مرة أخرى متواصلين مع ضيفنا الكريم وفقرتنا الأولى الخاصة بمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية ومدير ومؤسس هذا المهرجان الفنان فرات قد ريح يا كارلخ فرات مدير الله يحافظك بالتأكيد كنا نتحدث عن الجديد والمميز في كل عام السنة في مفاجآت السنة كذلك في أكثر من 13 فرقة حسب ما ذكرت من مختلف دول العالم حدثنا عن مفاجآت هذه السنة أعتدنا أنه سنة نقدم شيء مميز العام كان فيه إذا تذكر كان قدمنا الأوبرا العربية مشروع الأوبرا العربية اللي هي كان مزيج بين الأوبرا الإيطالية والغناء العربي الكلاسيكي كان فيه ستوديو المواهب أيضا اللي عمل صدى جدا رائع في القصباء هذه السنة اقترحنا أن نقدم مسابقة وهي رح تثبت سنويا تكون على هامش المهرجان مسابقة للآلات ولكل الأعمار طبعا الموهوبين فبدينا بهذه السنة في مسابقة آلة البيانوم واستقطبنا عدد رائع جدا ونجهزهم للمسابقة ورح تبدي على هامش المهرجان يوميا بعد الافتتاح جميل من الأشياء المهمة أيضا عملت ليلة لذكرى أم كلثوم رح نجسد أم كلثوم صار اتفاق بيننا وبين دار الأوبرا المصرية مع الدكتورة إيناس عبدالدائم رئيسة دار الأوبرا المصرية وهي رح تكون ضيفة الشرف للمهرجان أيضا رح يصير ليلة لأم كلثوم وهذه الليلة رح تصير ليلة فعلا نادرة طربية طربية نعم في أيضا ارتقيت أن أقدم المعتاد أنه في ملتقى العود في كل الدول العربية ملتقى لعازفين العود المتميزين وسباق العال أنا هسا فكرت أن أجمع أساطير العود يعني من هم الذين تركوا أثر طعال في آلة العود اللي أسسوا مدرسة اللي ألفوا مؤلفات للعود فجمعت أربع أهم عازفين منهم نصير شمه منهم سين سبسبي من سوريا شخص نجاتي من تركيا رائع جدا وخالد محمد علي فرح تصير هذه الأمسية أيضا جدا مميزة في عندنا طبعا الافتتاح وهو الأهم أكيد اللي هو رح يكون استضافين الفنان المفدع حسين الجسمي نعم هو الفنانة أيضا شيرين عبد الوهاب رح يكون الافتتاح في مسرح المجاز الكبير إضافة إلى في فنانة عالمية الآن ارتقت فعلا للعالمية اللي هي هبة طوجي من لبنان مع أسامة الرحباني رح يقدمون أمسية رحبانية لبنانية رائعة كلاسيكية فيها الطرب اللبناني هذا من ناحية الغناء العربي والموسيقى العربية في أشياء ثانية اللي هي العالمية الاندماجات العالمية في مطربة وعازف فلامينكو من إسبانيا دورنتس من أهم العازفين للبيانو في العالم الآن هو قدرنا الحمد لله نستضيفه في الشرق في تريو من هولندا للجاز في عازف سيتار هندي في أيضا فرقة من باريس جبناها اللي هي عازف للأكورديون دانيال ميل رح يقدم موسيقى التانجو ففي تنوع هاء التانجو وكلاسيك وهذا عدل الممرات اللي داعها يعني ممشى القصباء ممشى المجاز هذه أيضا فيها ست فرق من كولومبيا من كوبا من لبنان من يوكرانيا أوكرانيا من سوريا فرقة طرابيش فيه كثير فرق ست فرق تتوزع بين ممرات القصباء وممرات المجاز وهذه الحفلات اللي تحدث الفنانين اللي تحدثنا عنه هذولا رح يتوزعون بين مسرح القصباء والمسرح الكبير مسرح المجاز وجزيرة العالم ما قصرت في حد رضيت كل الألواق خذت يعني خصصت لمصر نصيب وكلثوميات وكلثوميات كذلك يعني الفن اللبناني أسامة الرحباني وكذلك سترافق طواجي وفرق عالمية مختلفة خصصت كذلك للمتميزين وليس المهوبين للمخضرمين في مجال العود كذلك جميل يعني خلني أتوقف أكثر عند حفل الافتتاح حريصين أنتم على تحديدا اختيار نجوم الصف الأول في الوطن العربي لإحياء حفل الافتتاح في مثل هذا المهرجان السنة هذه اخترت ابن دولة الإمارات وإمارة الشارقة الفنان القدير أحسين الجسمي كذلك ترافق الفنانة المصرية شيرين جميل أحسين الجسمي ممو بقريب على المكان لأنه أول من أحيا في علاقيد الضياء كذلك شارك زملاء الفنانين مسرح المجاز حدثني عن سبب اختيار هؤلاء الفنانين تحديدا في النسخة هذه أو النسخة الحالية من هذا المهرجان وفي ذات الوقت ما هي المعايير لي على الأساس ستختارون الفنانين المشاركين طبعا يعني خلأ أكون معك سريح أحنا أنا أول ما فكرنا فكرنا أنه نستخطب واحد من الإمارات وهذه بمشاركة شروق طبعا يعني مشكورة شروق هي اللي دائما يعني شون ليست فقط دعم للمهرجان وإنما تبادر بكثير مبادرات اللي هي سندة المهرجان ووقفتها إلى هذا المستوى ف من السنة الماضية مروان السركال الزميل مروان السركال قال لي لازم ندعي حسين جسمي للمهرجان قلت له بدون شك يعني ف أكيد إلى يعني حسين نعم يعني بصراحة أقول لك يعني مسرح كبير واسم المسرح الكبير يحتاج لأسم كبير صحيح حسين اسمه كبير ما شاء الله يعني عنده جمهور رائع جدا جدا ف اختارينا حسين اختارينا اسم عربي أيضا يكون احنا أيضا نسوي تصويت خلا أقول لك نكون صريحين يعني ذكاء منكم أنت تبعون الجالية المصرية احنا نسوي تصويت من خلال الداتابيس مالتنا انه نشوف الناس شتحب نرسل ونشوف شنه ردود الأفعال ونتابع ويجزونا رسائل على موقع المهرجان فصار ترشيح كبير من كثير ناس لشيرين عبدالوهاب وجالية مصرية قوية صحيح جالية مصرية كثير قوية صحيح فصار نجمين مهمين نجمة الان بي سي اللي هي شيرين ونجمة الامارات اللي هو الفنان محسين فاحنا لا سيكو هذا نثري المدريد وبرشل بضلو نشوف الجمهور كله ان شاء الله موجود في المسرح ونشوف ان شاء الله المسرح ممتلئ عن بكرة ابي اختيار الوقت مناسب اختيار اليوم المناسب يوم الجمعة يوم الجمعة الافتتاح حتى الناس اللي حتى يحب يجي من دبي اللي بجازة يتفضل ويجي والمسرح يعني يكون اكيد مكتوحة ابوابه من ساعة ستة رح نبدأ نفتتح الابواب جميل المهرجان متوزع ما بين القصباء وما بين المجاز صحيح ما بين القصباء والمجاز والجزيرة العلم ايضا في حفلات خمس حفلات بعد في جزيرة العلم اذا اهم الوجهات السياحية في الامارة القصباء المجاز جزيرة العلم راح تشهد تواجد فني موسيقي من مختلف دول العالم الحفل الرئيسي حفل الافتتاح راح يكون على مسرح المجاز بالتأكيد بيسع ثلاثة آلاف متفرج او اكثر بقليل ثلاثة آلاف سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين جميل نعم واجهة المجاز المائية ايضا راح ينصف فيها مسرحين في واجهة المجاز المائية ايضا فيها مسرحين وفيها قلت لك ثلاث فرق يومية جميل جدا في واجهة المجاز المائية وثلاث فرق يومية بإضافة في القصباء إضافة إلى مسابقة البيانو اللي حبني يحضر يعني الكل يقدر يشتري التذاكر أيضا عاملين رزمتين خلي نقول للخمس حفلات اللي بالفلاق آيلند ممكن تأخذ الحفلة بمئة وستين بس تشتري كل الحفلات الباقة الباقة الثانية في القصبات تبدي من ميتين وخمسين إلى ميتين وخمسين تلاثمية وخمسين خمسمية سبعمية وخمسين بعدين الفي اي بي حسب قدرة الشخص إلى الفي اي بي بالضبط يعني من بالضبط يعني الوقت يمر سريعا حاولنا نستغل الوقت لكن وصلنا إلى الختام بالتأكيد بتكون لنا وقفة من خلال التغطية المباشرة للاستعدادات من خلال كذلك التواجد في مثل هذا الحفل حريصين على حضور كاميرا برنامج أماسي أو حتى البرامج الخاصة بمؤسسة الشارقة اللي على المختلفة في نواعها الله يحفظك قبل الختام شو حابت تسمعنا على طريق مكلثوم خلينا نسوفة شيرو مكلثوم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي جعبتنا الكثير من الفقرات وبنتابع وإياكم بعد هذا الفاصل